حضرة الشيخ أفقكم الله يقول سمعت بعضهم يعلل بعدم جواز الصلاة في المقبرة أنه قد يكون فيها نجاسة من آثار هذا تعليل بارد وباطل ما هو صحيح المقبرة اسمين تضربها الشمس والسيول ويقول إنها نجسة ما هي بنجسة تعليل لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك الصلاة عند القبور نعم شكرا